نطالب المملكة العربية السعودية لأننا محافظة تحت سيادة الدولة لا يحق أي دولة ثانية تدخل بسيادة الدولة هذه الجماهير هي الأخرى تقول كلمتها في حق كل ما هو طارئ على وجودها هذه المرة من المهرة التي كانت لها موقف واضح من التدخل الإماراتي إبان إنزال قواته في سقطرة واليوم تقف في وجه التحالف عموما والقوات السعودية خصوصا في كل ما يتعلق بالسيادة الوطنية إذ ينفذ المئات من أبناء المهرة اعتصاما شعبيا مفتوحا للمطالبة بوقف نشاط قوات التحالف العربي غير المبرر وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وصول القوات السعودية إلى المحافظة بيان أصدره منظمو الاعتصام تضمن نقاطا كثيرة منها إعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون وتسليمها إلى قوات الأمن المحلية والجيش وإعادة مطار الغيظة الدولي إلى وضعه السابق كمطار مدني تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة وتسليمه لقوات الأمن التابعة لها كما طالب المحتجون برفع القيود الاستثنائية المفروضة على حركة التجارة والاستيراد والتصدير في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون وإعطاء الأولوية لتحسين وضع الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات وإعطاء اهتمام خاص لبناء مؤسسة الشرطة المحلية على أساس وطني تمهيدا لقيامها بمهامها لاحقا في إطار مشروع الأقاليم ومن ضمنها إقليم المهرة وسقطرة ونحن هنا نؤيد كل التأييد قيادة الشرعية وأن تكون قيادة الشرعية بجهاتها الرسمية وصلداتها الأمنية والعسكرية هي الراعي الرسمي أو هي الممثل الشرعي لأبناء هذه المحافظة وهذه الجموع أنما أرادت أن تعبر برسالة عن إعادة الأمور لطبيعتها في محافظة المهرة بالطرق السلمية المحتجون الذين يتزعمهم عبدالله عيسى بن عفرار أكدوا وقوفهم إلى جانب السلطة الشرعية وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية في المحافظة بشكل عام والمنافذ الحدودية بشكل خاص حساسية أبناء المهرة من كل ما يمس السيادة الوطنية لها ما يفسرها بالنظر إلى جذور هذه المحافظة الضاربة في تاريخ الحضارة اليمنية تعد هذه أول وقفة تندد بالوجود السعودي في المحافظة الذي بدأ أواخر العام الماضي وسط رفض شعبي غير أن وقفات كثيرة نفذها أهالي المهرة منددين فيها بتدخل قوات الإمارات سواء في سقطرة أو المهرة المهرة البوابة الشرقية لليمن هي الأخرى بوابة للانتماء الوطني والصوت الأعلى في محيط شرعي خافت